انزلوا لهم وديوا لهم حاجتهم اعملوا لهم معارض وديوا لهم منافذ منافذ متحركة بأكلمك على ستين مليون مواطن موجودين في القرى اللي هم حياة كريمة حياة كريمة دول هم دول الأولى اننا لازم اروح لهم كل الناس محتاجة ولكن ما بالك بأهل القرى كمان وديهم شوفوا منافذ حركوها التمون تحرك والزراعة تحرك والداخلية تحرك وجاز الخدمة وطنية تحرك والمحافظات تحرك كله يحرك الى القرى روحوا للناس وضع عندهم اكتر من اللي انت بتشوفوا هنا طب قديش شوفوا الخيمة مدينة طب ما بالك قرية نجعة حد بيروح في منافذ بتروح لا في عندهم زيته ما عندهمش ما بيلاقوش فلازم نتحرك بسرعة نتحرك قبل رمضان لان الناس هنا ما بيتكلمك شو قولك وفر لي لا بيقولك ابسط شيء اشرب كبات شاي بس بس كده ما قالكش هاتلي اللحمة ايه لا ما قالكش قالك انا عايز بس سكر عايز بس رز عايز بس الاقي حكتي فيه متناول المسؤول عن هذا الامر اللي احنا فيه مسألة لاست اجابية دي يمكن عندنا فيديو كمان منشور ايضا يمكن بتشوفوا فيه كمان ردود فعل من الناس زي ما قدام حضراتكو كده على فيتو ناس كله كله يعني شايفين حضراتكم لانه الاسف فيه بعض الناس اوقفوا البيع انت رايح بتبيع للناس ولا بتوقف البيع هو التفاتح عشان تعمل ايه انت رايح في معرض عشان تعمل اتبيع ولا توقف البيع للناس عشان كده الناس بدأت عندها حالة يعني متضايقة جدا سيدة وزير التموين ارجوك تدخل مع الجات المعنية مع اتحاد الغرف تدخلوا مع الناس اللي هم النهاردة وقفوا البيع لفترة وخلوا الناس يحصل عندها غضب كده شايفين النقاش بين الناس مش عايزة تسمعكم طبعا عشان لو سمعتكو هتسعالوا قوي كيفية ان انا سمعت شايفين المشهد اللي قدامكو ده ده مشهد اخر ايضا في الاليوبية شايفين الناس بتتكلم ازاي حاسين بالناس ده الناس زيت بيقولوا ايه ارجوكم يا جماعة ارجوكم يا جماعة نشوف حاجة ونشوف حل ونوفر للناس زي حاجتها ونوفر للمواطنين احتياجاتهم لان هو ده زي ما بقول كده المواطن له كل الحقوق انه يقدر كمان حاجته تبقى موجودة وتبقى موجودة بالاسعار المناسبة في ازمات في كل مكان طبعا ما بنقولش لأ وان لسه جاي من المغرب وشايف هناك ويسائل الناس ومشينا ويشوفنا فعارف ولكن زي ما بقول كده المشاهد اللي قدامنا دي مشاهد صعبة مشاهد صعبة على اي مواطن انه يقف عشان يدور على حاجة او ينتظر حاجة هو ايه لو انا النهاردة اخلص المعرض ده هل هتكمل تاني هل المعرض دي مستمرة معانا هل ان انا نزلت بكرة الاقي بعد بكرة الاقي ولا هو كام يوم وخلاص المعرض دي المفروض تفضل شوية تان تلاتة اربعة وكل حاجة تبقى موجودة لان الحاجات دي كمان مواد دخام وغير وبيبقى فيه الحكومة بتبقى بتساعد الشركات المنتجة والمصنعة بتساعدهم فهل معانا مستمرة معانا ولا لا فارجوا لو سمحتوا ان احنا الموضوع دي يكون واضح قدام كل الناس نروح للمغرب مغرب كم فيك؟